الصورة التي توضح مكان الطريق الذي غلقته الثلوج الجباحية منطقة الجباحية بالأخضرية إذن توقف حركة المرور على مستوى الطريق السيار بسبب تساقط كبير للثلوج مشاهدين الكرام لمعرفة أقيا أن وجد المستعمل والطرق صعوبة في تنقلاتهم خاصة لأصحاب السيارات حركة المرور هي متوقفة الآن في طريقة الجباحية بالتحديد بالأخضرية ولاية البويرة كما تابعنا مشاهدين الكرام في الصور التي كنا نشاهدها قبل قليل المكالمة الهاتفية التي كان معنا من خلالها المقدم خارج شاع قائد مركز الإعلام والتنسيق المروري للدارك الوطني ببوشاوي قال بأن وحدات الدارك الوطني منتشرة في أغلب هذه أو في كل هذه الطرق ويتعمل جهد على فتحها لمستعمليها وقال بأنه في الساعة القليلة القادمة اليوم كأقصحت غدا إن شاء الله ستفتح هذه الطرق وهذا ما نأمله خاصة لمستعمليها إذن مشاهدين الكرام طريقة الجباحية بالأخضرية بولاية البويرة مغلق الآن بسبب تساقط كبير للتلوج المستعملو الطريق هو متوقف الحركة المرورية الآن متوقفة بطريقة الجباحية بالأخضرية ولاية البويرة كما تابعنا مشاهدين الكرام أيضا في المباشر قبل قليل مع زميلة صفية إبارودان من تيزيوزو من ولاية تيزيوزو بالتحديد من قرية الأربع ناثراث العديد من سكانها يعانون بسبب أيضا العزلة التي تسببت فيها تساقط الكمية الكبيرة من التلوج التي تساقطت في الساعات القليلة الماضية إذن مشاهدين الكرام للضراب الجو الذي أعرفته مختلف مناطق الوطن أدى إلى سقوط كثيف للثلوج ما تسبب كما تابعنا في غلق عدد من الطرق الوطنية والولائية على غرار الطرق المؤدية التي تزيوزو وبجاية وأيضا البويرة وغيرها من الطرق لو نتابع